إذن تتواصل الجهود والمبادرات الخاصة بالوساطة لتهدئة الأزمة السودانية منذ لحظاتها الأولى بعثة وزارة الخارجية المصرية توصلت في وادي حلفة باستمرار مع ما يمكن أن تفعله وزارة الخارجية بشأن الدور المصري الذي اعتبر منذ بداية هذه الأزمة أن هذا شأن سوداني داخلي رغم أن مصر باستطاعتها أن تقود جهود للوساطة وبالفعل توصل رئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في محاولة لصياغة مبادرة للتوسط لدى طرفي الأزمة في السودان لذهاب إلى التهدئة وحقنا لدماء الأبرياء السودانيين كذلك تتوصل ردود الفعل الدولية بشأن الاشتباكات الجارية في السودان بين قوات الجيش وميليشيا الدعم السريع كذلك ينشط حديث أدعوات من أجل وقف القتال وإنهاء معاناة المدنيين داخل السودان الطرفان الغربيان في أربعية الخاصة بالسودان الولايات المتحدة وبريطانيا تحركا منذ تفجر الأوضاع في مساري وقف فوري لإطلاق النار وتسعى واشنطن إلى محاولة تثبيت هدنة لأغراض إنسانية مع تعرض موكب تابع لاستفارة الأمريكية بالخرطوم لإطلاق نار أكد البيت الأبيض أنه لا خطط لدى الحكومة الأمريكية لتنفيذ عملية إجلاء من السودان في الوقت الحالي لكن يتعين على الأمريكيين التعامل مع الوضع المتفجر هناك بمنتهى الجدية وزارة الخارجية البريطانية حثت كل من الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار داعية إلى أن العنف في السودان يجب أن يتوقف فورا وعلى خلفية استمرار الاشتباكات الدائرة بين قوات الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع تعرض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان إلى الاعتداء داخل مقر إقامته الأمر الذي اعتبره مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزي بوريل انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا المتعلقة بالدبلوماسية العالمية أما ألمانيا فبعد أن دعت طرفي القتال في السودان إلى وقف العنف بدأ الجيش الألماني في مهمة إجلاء المواطنين الألمان في السودان وهي مهمة عرقلت في التاسع عشر من أبريل لإجلاء نحو مائة وخمسين مواطنا من السودان بسبب القتال الدائري في العاصمة الخرطوم كذلك أكدت برلين أنه يتعين على الطرفين الالتزام بالعودة إلى مسار نحو الحكم المدنية في نفس السياق تتحرك اليابان لبدل قصار جهدها من أجل ضمان سلامة وإجلاء المواطنين اليابانيين من السودان بالتعاون الوثيق مع مجموعة السبع ودول رئيسية أخرى فالحكومة اليابانية بدأت بالفعل إجلاء نحو ستين يابانيين موجودين في السودان أما الصين فقد اكتفت بما أعلنته سابقا وأعربت عن قلقها بشأن التطورات في السودان فقد حتى الطرفي الصراع على وقف إطلاق النار للحيلولة دون تفاقم الوضع وهو نفس ما دعت إليه وزارة الخارجية الروسية الأطرافة في السودان بالوقف الفوري لإطلاق النار وحل القضايا الخلافية عبر المفاوضات الأمم المتحدة وبحسب المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرس فقد استبعدت أن يكون طرفا القتال يريدان الوسطة من أجل وقف إطلاق النار بشكل دائم وفي خلاصة قدمها إلى مجلس الأمن قال بيرس إن الأطراف الإقليمية عرضت التوسط بين الجانبين وأشار إلى أن الأمم المتحدة تتعاون بشكل وثيق مع منظمة الإيجاد والاتحاد الإفريقي والآلية الثلاثية إضافة إلى دول أخرى في المنطقة وجامعة الدول العربية وهكذا فإن جميع القوى تتشارك الرأي حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار مع العودة إلى المفاوضات